اشتركوا في القناة 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 والله لا ده انا حصل لي كذا 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 انا عايزك تحتوي الموقف قول لي اعمل ايه انا عايز مساعدتك لكن عارفين كونسي بتبقى اصل الشكوى احلى من الرأوة اتا ضدل تشتكي تشتكي انت كده بتمنع الحسد لا انت تمنع الحسد بالقناة بالتحصين تمنع الحسد بانك انت بتصلي تمنع الحسد بانك انت تبقى كين واستعين على قضاء حوائجك بكتمان ما تبقاش التعيد ماشي عملت قول ده انا جبته وجبته مش متحصد ما انت اللي بتاع حسد نفسك الناس اللي بتقول تصدير الطاقة السلبية للشكل مثلا ما تشوفيش واحدة صاحبتك ده احنا اسمها جبر الخواطر مش طحن الخواطر تلاقي واحدة مثلا دخل ايه في القوت لا والله يوحش عليك انت عارفة اصل انت مليانة من تحت شوية فما كانتش ينفع تلبسي لسوت الديقة دي اصل انت جسمك مليئ ايه ده ايه ده يا شيخ احرام عليك ده انت خلتيها ما تكملش يومو خلتيها كرع نفسها معنى ممكن تكون في نظرك مش حلوة في نظر حد تاني حلوة جدا اختلاف القراء يعني لو لا يعني الاختلاف القراء لبارة السلع انت عجبك كذا انا عجبني عكسك انت شايف حاجة واحشان شايفها حلوة فوالله يقولي لا جميل عليك انت حلوة في كل حاجة جبر الخواطر لا احنا بقيناش دلوقتي من بنقبر الخواطر احنا بقنا ماشيين دلوقتي نطحن بعض نطحن في نفسيات بعض التنمر 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 احنا كنا زمين بنقول التنمر ده للاطفال الصغيرة عشان هما لسه نان ماتيور لسه مش نطيجين لسه مش على مستوى من العلم والفهم ده دلوقتي التنمر بقى بين الكبار انا فيه ناس او الله العظيم ناس موجودة معنا في حياتنا انا لو ما تنمرتش على حد بتنمر على نفسي انا لو ما لقيتش حد التاريق عليه بتاريق على نفسي طب ليه تدب نفسنا خلونا ننشر طاقة ايجابية خلونا احنا نبقى عنصر فعال مضيق مشاع مفحن بالطاقة الايجابية كل ده عشان دخلت القصة والبطل الحقيقي بتاع النهار ده اللي انا هحكيه هو فعلا عنصر يعني مش مشاع هو عنصر مهم جدا وانا اتعلمت انا اتعلمت منه انا بقيت اسمعه وابلقني ياه لو ربنا يديني كم الرضا اللي عنده ده او انا ينقصني حتة الانفوان بتاعي ان انا دايما مندفع او دايما باخد قرارات غلط لكن انا وهديت شوية هاخد قرار صح لو انا اتعلمت منه الصبر لا احاخد حياتي هتتحسن حياتي تبقى في حتة تانية خالص لا امش مش هبقى للبوينت دي لا ده انا هبقى في بوينت اعلى من كده تعلمنا منه الصبر في ايه في انه اصاب بمرض السرطان اي حد بيسمع لا قدر الله ورم او سرطان يا لهوي ده هيموت دايما ربطين المرض ده بان هو مبيد حاجة كده سيسايدل خلاص دي حاجة ايبيديميج ايبيديميج ديزيز وباقي بينتش وماء موت البني ايه ده لا الحالة دي هي بنوتة وفي سن صغير جدا هي سنها 28 سنة اكتشفت انها عندها اورام ليفية موجودة على الرحم وهي بنوتة جسمها حلو كانت فعلا مثل الجمال والشياكة يعني طبعا ربنا بيسبب الاسباب ده ابتلاء من عند الله بسأل اتحسن بقى انا كنت حد مشهور جدا وحصلوا كذا وكذا وكذا وفجأت بالمرض ده دمرت نفسيا ان الناس اقرب الناس ليها اللي كل يوم خروج معاه وفسح وصغر وطنطيت ويلا وكاد فاكرهم اقرب الناس ليهم لما قلت لهم المصيبة دي بتقول لي يا دكتور ده انا مستني كنتم مستنيا انها تخبط عليها الباب جايبة شانتو تدومها قاعدة معايا انها تبقى معايا في رحلة العلاج لا ده لقيت ان هي ما كلمتهاش في التريفون اصلا قاعدت عشرين يوم بعدها ازايك انت عاملة ايه امش عايز اقول اسمها ازايك انت عاملة ايه اخبارك ايه عملت ايه صحيح هو انت الدكتور قالك هتعمليني عملية ولا هتمشي بالكماية والاشعاع هم البنت دي رحلة طويلة في العلاج قاعدت سنة ونص وطبعا الاكتئاب زاد والحالة النفسية وده اهم حاجة لمرضى السرطان او الورام يا رب ياعفيهم ويشوفيهم كلهم اسكوية اطفالنا او ايه يعني كبر السن ربنا عاش فيهم واعافيهم البنت دي السنة ونص دي حالتها النفسية صعبة جدا ودايما الداكتا بيقول لها لا اقوم من حالتك النفسية انت هتقدر انت هتقدر يتكمل قاليتني الناس اللي كانت توقفى جنبي فريق الذه بس هيزادت في الوزن جدا بالرغم من ان المرض ده بيقلل في الوزنها انه بيسد الشهية لكن هي الاكتئاب كان عامل مساعد في زيادة وزنها هي قالت انا كنت مستانية الموت خفت وتعافت وشعرها رجعتين ده كان من اسوأ الحاجات اللي كان بتضمر فيها نفسيا تسقط الشعر وتغيير شكلها وحاجات كتيرة لغاية هي لقيت نفسها بتتعافة ومشيت على العلاج والأفتر كير أو الأفتر تريتمنت زي ما بيقولوا البنوتة زيدت في الوزن 25 كيلو طيب أنا عايزة أرجع بقى تاني عايزة تاخد طاقة إيجابية الناس اللي جنبها أهلها وإخوتها والفعلا بيحبوها من أصحابها قدروا يساعدوها أنها تنزل في الوزن من بعد فضل ربنا عليها أولا في تعافيها من المرض ده أنها قدرت تكون وقفة على رجليها وقدرت كمان تنزل في الوزن خفت وتعافت وكملت رحلة من أصعب الرحلات وده من أصعب الإبتلاءات اللي ربنا بيبتلي فيها البني آدم وانا قلت لنا ربنا بيحبك ما كانش بتلاكي وبعدها كمان تنزل في الوزن وتسترد ثقاتها في نفسها قصة دي كلها بنت موجودة وسطينا 28 و 29 سنة حدت بقى صعب مراحل عمرها حياتها تقريبا وقفت لغاية ما رجعت تاني ترجع حياتها رجعت تاني توقف على رجلها رجعت تاني تكون بنوتة ووزنها هيكون مناسب نزلت 26 كيلو هاي زادت 25 كيلو نزلت 26 كيلو كانت 85 وبقت 64 تقريبا ومساعدت ربنا وبفضل ربنا وبدعا الناس اللي حواليها وبوقفت أهلها جنبها والدكاترة والفريق الطبي ومساعدت كمان كابسولات وانسلم اللي خليك تقولي قصة أو باطلة دي أولا نتعلم منها الصبر نتعلم منها أن الأمل في ربنا كبير نتعلم منها أن ربنا يقدر على كل شيء نتعلم منها أن هي قدرت تتخطى كل خطوة في حياتها قدرت تتخطى قصة أن هي الناس اللي أعرب الناس لها خسرتها قدرت تتخطى قصة أن أنا ممكن بعد ساعات أو أيام أو شهور ويا عالم أنها تفقد حياتها قدرت تتخطى تنمر المجتمع على أن هي ابتدت شعرها يتساقط وا 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 قدرت تتخطى الحالة النفسية والاكتئاب والمود الوحش والطاقة السلبية اللي في حياتها أنها تكون مثال للطاقة الإجابية للإرادة العزيمة رجعت شغلها ابتدت أن هي تتحسن كمان كصحتها والدكتور يعمل لها كل جلسة كل ستة وشهور اللي هو المسح الزري يتأكدوا سهل الأورام اختفت ولا لأ أو توقف نشاطها ولا لأ ده مثال عايزين نحطه لي كل الناس زين نتعلم الصبر تعلم الطاقة الإجابية لو عندك حد محتاج طاقة إجابية وربنا اداك أن أنت تقدر تديره طاقة إجابية اجبر بخطره قل له هتقدر هتكمل هتعيش أنت أحسن أنت أقوى في حالات كتير قصة حالات كتير البنت دي دايما كانت ماشية قالت لي أن أنا في حالات كنت بقرع عنها في مستشفيات برا مصر علاج الأورام قلت بقرع حالاتهم وشوفوا وشوف فيديوهاتهم كان فيه يوتيوب شانلز ليهم كانوا بتشوف رحلة علاجهم ده اللي قومها ده اللي ساعدها أنها بتشوف حالات زيها إيدها قدرت وكملت ده النفس الوحيد اللي كانت بتاخده تعرف تكمل بيا حياتها من خلال برنامج صحتك وبس هندي لكل الناس أمل وطاقة إيجابية هنديكم طاقة خير أحاولوا أنتوا لساعة اللي في اليوم اللي أنتوا فراجوا فيها على البرنامج صحتك وبس تكسب صحتك النفسية ثم صحتك العدية صحتك النفسية دي أهم حاجة المرض النفسي موت مش أي مرض يموت أكتر من المرض النفسي أعلى الأمراض إبادة تقدر إن هي تحطم جسم تقدر تدخل روح القبر هو المرض النفسي تديب نفسك أنشر طاقة إيجابية ادي لنفسك تجيب تكلم نفسك أنت تقدر أنت قوي أنت كويس أنت تحسنت كتير أنت للأحسن أنت هتبقى بزنس من ناجح أنت هتبقى مزع مشهورة أنت هتكوني دكتورة أنت هتكوني مدرسة أنت هتكوني مفيدة في المجتمع أنت هتكوني بابلك فجر أنت هتكوني رمز هيا كان حلمك إيه قولي لنفسك اجليب الطاقة الإيجابية لنفسك حتى لو مش حواليكي ناس بتديك الطاقة الإيجابية دوري على نفسك نهارده هنقول للناس أصحاب الطاقة السلبية اللي زيدين في الوزن اللي عندهم سمنة مفرطة اللي بيعالجوا من جميع الأمراض المزمنة تقدر تقدر تنزل في الوزن تقدر تبقى أحسن من الأول تقدر تتغلب على المرض المزمن بإلاج السمنة المفرطة تقدر تبقى بنوتها تاني حتى لو بعد تجوزت وخلفت وبقى عندك ألف طفل تبقى زي الأول لا ما تقوليش أبقى زي الأول دي بسمحة من كل الناس اللي زادت في الوزن بعد تجوز تقولي والله يا دكتور أنا مش عايز أرجع زي الأول بس سنزل 15 كيلو على الأقل دي أنا زي دي 30 كيلو لا تقدر توصلي وترجعي تاني للأول وأحسن تقدر تنزلي في الوزن تقدر تكملي رحلة إنقاص الوزن إيه ده بعد إحنا هندفع بقى ألفات وهنجيب كورسات وحاتنا هتتضم وتقولي ليش بقى تحرمني من الأكل ده أنا بكمل شغلي بالعافية ده أنا شغلي ده بس ذات عايز طاقة وعايز 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 لا بكابسولة واحدة بس في اليوم الواحد كابسولة واحدة قبل الفطار من الساعة 8 لعشرة الصبح لأن ده أعلى ساعات الحرق للجسم تشتبي 3-4 كبيات مية هتنشطي وتزودي المادة الفعالة نشاط زي بتكون مثلا مادة السيليمسيد بتكون المادة الجيلاتينية الوهمية في المعدة فنملة بطننا فيملي دلوقتي إحساسنا بالشبع من 6 ل 8 ساعات وسد شهية هقف البقي وكمان هنزل في الوزن أنا النهاردة جاي أدي طاقة جبية لكل الناس اللي زاد في الوزن اللي بتقول ما فيش فايدة لا فيه فايدة مش هقدر مش هكمل ما تحرمينيش من الأكل الناس اللي عندها إدمان أكل السكريات وإدمان أكل المقليات ده أنا والله العظيم بسم معهم أنا حاسس أني بقي كده طعم الفراخ المقلية طي أنا ببصرهم كده لا لا أنا حاسس أن أنا عايز أكل أنت حاسس أنك عايز تاكل أنت مش جعان أنا شامم ريحي الله على شوية تسندة وتشجبت واسجق أنا بقيت عايز أقول لكم بقرب منهم أكتر عشان أنا لما آجي أقول لهم ده أفضل كرس موالسلم ده هيمنى عنك إيه هيمنى عنك إحساس إدمان السكريات الناس فيه ناس بتقول أنا بقوم بالليل بفتح التلاجة بخش أجيب شكرتاية وكلها ولا بقيت البسبوسة ولا الطرطة ولا المقليات وبعد كده أنام بسحى الصوحي مش فاكر عملت دا ولا لا المرات تقول لي والله العظيم يا ابن سحيته كلت مام تقول لي والله شافاك يا ابن أكلت ولا يا سلام بقي بقى هو أكل حاكته يصحى الصبح يتخانق أنا كنت سايب بقى إيه هل تحققت المعادلة الصعبة وبقى فيه كابسولة طبيعية تلعبش في كيمية المخ مش هتجيب لي اكتئاب مش هتزود لي نبض القلب مش هتعمل له هبوط في الدورة الدموية وكمان آمنة على مرضى المزمن يعني مش هيبقى بيتعرض مع دوى الضغط اللي باخده ولا دوى السكر ولا دوى الغدة ولا دوى علاجات الهرمونات ولا البنوتة المتجوزة اللي عندها تكاوسات دهنية على المبيض والدكتور بيديها هرمونات ومنشطات وعايزة تنزل في الوزن فهلها يتعرض يا دكتور بالعكس ده كاترة الجاينة بتقول انزله في الوزن ومساعدة كابسولات وان اسلم عشان تتعالجي المشكلة اللي عندك حلم الإنجاب هيزيد فرص الإنجاب والحملة هتزيد لأن التكاوسات الدهنية هتقل فالهرمونات هتتضبط فبالتالي المعدل الوفيوليشن هيعلق ففرص الإنجاب هتزيد الناس اللي عندها مشاكل العزام تآكل الغضروف احتكاك وخشونة الركب المفاصل نتيجة الوزن والدهون الزيادة اللي موجودة على الهيكل العظم عندي مهم جدا انت تنزل في الوزن خمس حالات من أمراض مزمنة بياخدوا علاجات هيتحسنوا مية في المية بنزلهم في الوزن بوساعدة كابسولات وانسلم طب يا دكتور انت هيديتنا طاقة أمل وطاقة إيجابية ونشرتلنا خير كميلك ميلك بقى دايما ما كنت أنا بتكلم من اللي بي عالج جسيمنا ايوة طب أنهي أفضل برودكت أنهي أفضل منتجات أخد أنهي منتجات هنقسم الكورسات لأربع كورسات علاجية بكابسولات وانسلم قبل ده دايما بحب أتكلم عن الكمية مبارح كان فيه 300 عرض للأسف النهاردة 100 عرض والله أنا حبيت أن أنا أعمل لكم مشكلة بس يعني 100 عرض ليه؟ عشان الكمية محدودة جدا في المغزن جدا لأني الضغط شديد جدا على العروض والكورسات وبزيط على عرض الكمبو وعرض الكمبو بيبقى فيه أربع منتجات تخصيص فبالتالي الكمية بتقل أكتر فخلينا نقول 100 عرض خلينا نلحق أول دقايق من الحلقة نطلب العرض على طول هتعملوا إيه؟ هنكلم أرقام التريفونات أو هنبعت رسالة واتساب عدية خلال بقى أرقام التريفونات أو من خلال صفحاتنا على الفيسبوك هنطلب أنهي كورس يا دكتور سورة قسمنا المية عرض على أربع كورسات أول كورس عرض الكمبو وده أفضل عرض وأقل تكلفة وأكتر كورسات تخصيص فيه وأكتر هدايا وكمان صح على مصابة العين السخن مبارح كنا عاملين إحنا الأسبوع اللي فات عملنا صحبة على السلسلة ومبارح سلمت السلسلة لداليا اللي كان صحبة عشوائي وكانت هي صعبة الحظ لجوبة صح وعملت أكتر منشن وشير وأخدت سلسلة ده مقدمة برنامج صحتك بس النهاردة عرض الكمبو خصم 60% عرض الكمبو ده المين يا دكتورة والله أنت زائد 20 كيلو وقتك زائد 10 ولا صحبتك ولا ممتك ولا جوزك ولا امراتك ولا حماتك أو حماك اشتروا عرض الكمبو وقسموه أو أنت زائد أصلا 20 كيلو فأفضل كورس ليك عشان يجيب نتائج بسرعة أفضل نتائج فأسرع وقت عرض الكمبو خصم 60% وعليها ده يا كريم شد الترهلات وقرص فيتامين دال كل ده طب والشحن والمتابعة مجانا مدلت الأسوان وبقول دايما أي حد بيقول لا ده أنا في مركز محدش بيوصلي ده احنا بنطلع بتوكتك لآخر الشارع بنوصلي أعمق أعمق طبقات الأرض انت لو فان غير أن انت بقى تبقى تحت طبقة الأرض مش هنعرف ما نصل لك الأرض لكن الشحن والمتابعة مجانا جميع عن حياء جمهورية مصر العربية وكمان أنا عايزة أشكر كل متابعينا في جميع الوطن العربي في ناس بيجي لنا مخصوص بيجوا مصر بيطلبوا والله أنا مش هنسى voice record كده لأحدى المتابعين من السعودان ما أكره عصبية أعطيني 20 حابة لأني أنا جاية أخذ البرودكس دي أو العروض دي ليا والصحباتي يعني أنا في حد عميلة جاية مخصوص مصر عشان تشتري البرودكس عشان تنزل في الوزن هي وصحبات طبعا بشكر كل متابعينا في مصر الوطن العربي وسقطهم في كابسولات وان اسلم لأن هي كت متطمنة وأنه مرخص مزارة الصحة قالت كل المنتجات اللي جربتها صراحة لا لقيت عليها رقم تسجيل ولا شفت رقم وزارة صحة لكن انتو أول منتج يبقى على شاشة التلفزيون معاه اختار وزارة الصحة اختار هيئة وسلامة الغزاء بصوا رقم التسجيل مكتوب ده أهم حاجة ختم النسر موجود اسم المنتج كابسولات وان اسلم الغرض والهدف منها مساعدة الجسم من إنقاص الوزن وعلاج السن المفرطة آمن على جميع الفئات العمرية جميع الكبار السن أو جميع مرضى الأمراض المزمنة آمن كمان على الأطفال من سن البلوغ احنا عندنا 3800 حالة طفل وطفلة من سن البلوغ من سن 12 سنة ننزلوا على كابسولات وان اسلم افتخيالوا لما تكون حاجة آمنة على الأطفال آمنة على جميع مرضى الأمراض المزمنة تعالوا بقى نكمل باقي العروض طب ده عرض الكمبي دكتور خصم 60% في عرض كمان خصم 50% لتلات شهور بيوصلك تلات منتجات تخسيس وعليه كريم شد الترهلات دي وقراس فيتامين دا الهدية قراس فيتامين دا الهدية في جميع الكرسات لأن فيتامين دا المهم جدا لامتصاص الكالسان في الغضم لازم تتابعي بقى ابنك لازم تشوفيه هو بيأكل كبدة وبيأكل خضار لازم تتابع ابنك بيشرب لبن ولا لأ عشان امتصاص الكالسان في الغضم فيتامين دا المهم جدا للناس اللي عايزة تنزل في الوزن لأنه بيناشط الرغضة الدراقية بيساعد الثيرويت جلاند لزيادة المتابوليكريت فبيزاعد سرعة الحرق فبيساعد في النزول في الوزن وبيساعد في النزول في الماسات فيتامين ده المهم جدا لنظرة البشرة ما نزلش في الوزن يبقى شكل عيان إيه ده انت وشك إيه تجرال إيه تقلت مريض ألف سلامة لا عايزة وش بدر منور وش يكون في نظارة ما عنديش هالات سودة لأن النزول في الوزن أكتر عرضة لتكسير الحديد في الدم فبيقل عنده السيرم في الريتين فبالتالي بيظهر عنده الهالات السودة وبنقول عليها الـ dark circles وبيبقى فيه إنه هو بيليك الـ youthful appearance اللي هو بيعني بيفقد نظرة البشرة فيتامين ده المهم جدا لمنع تسقط الشعر أسناء رحلة إنقاص الوزن لشكل كده فيتامين ده الهدايا في كل كورساتنا وصلنا لكورس الشهر اللي هو الثلاث شهور خصم 50% بقى عندكو عرض الكمبو خصم 60% عرض أو خصم على الثلاث شهور خصم 50% ده للناس كلها لزايدة أكتر من 20 كيلو طب يا دكتور لأ أنا زايدة 13-12 كيلو 15-18 كيلو يبقى أفضل كورس ليك هو كورس الشهرين عليه خصم 40% هيوصلك منتجين تخسيس وعليهم عرض فيتامين ده الهدايا وكريم شد الطرارات الهدايا طب يا دكتور منتجين التخسيس اللي هيوصلك كابسولة البيضة اللي هي وان اسلم وان فت أفضل أخد للكابسولة أخدها إمتا؟ الناس بتقولي أنا بأخدها الساعة خمسة سنة بأصحى متأخر سنصطف عندي كله صهر لا نسحى الساعة 8 الصبح ناخد الكابسولة ونشرب 3-4 كبات مياه وتفضل حالركني ما إحنا هاسفين أو الناس اللي أصحاب المهن اللي هم بيصهروا طول الليل طب يا دكتور أنا بأصحى 9 بالليل الصبح الساعة 8 الصبح بيجي معادي من 8-10 هناخد الكابسولة ونشرب 3-4 كبات مياه ولاكش دعوة بالباقي الكابسولة هي اللي هتعمله إيه ده يعني الكابسولة هتسد شاياتي؟ أيوة الكابسولة هتزود صورة حرقية؟ أيوة الكابسولة هتزود إحساس الشبع على أكتر من 6-8 ساعات؟ أيوة الكابسولة وانسلم هتنزلني في المقاس وعلى الميزان؟ أيوة كابسولة وانسلم بتعمل على الأربع محاور لعلاج السمنة المفرطة والإنقاص الوزن والنزول على الميزان والمقاس طب يا دكتور ده كورس الشهرين خصم التلاتين إلى أربعين في المية على كورس الشهرين ده لو أنا عايزة أنزل ما بين 10 إلى 20 كيلو طب أنا عايزة أثبت أو عايزة أنزل آخر 5-6-3-4 كيلو من الدهون العنيدة المتجمعة تحت سطح الجلد أخد أنهي كورس بنسميه كورس النحت كورس الكيرفي كورس الريشيب كورس حرق الدهون الموضعية الموجودة في منطقة واحدة منطقة البطن بطن الولادة الكرش التسدي اللغد ممكن دي مشكلة دابل تشين دي بتقابل الناس كتير جدا وتعود يقولهم عن ناشا لك بقى غير الشفط لأ قدرنا نحقق المعادلة الصعبة في الفرماسيوتيك الاندستري إن هي يصنعوا منتجات وكابسولة تقدر تحرق الدهون الموضعية المتجمعة في منطقة واحدة وده بشرة لكل الستات بعد الحمل والولادة يا تكتور ما فيش حاجة لبطن الولادة نجسمي حلو قوي الحمد لله ربنا قدرني ونزلت في الوزن أصلا كان عندي تجمع بس اللي واحدة بس السوائل تحت سطح الجلد بالطبيعي عشان الهرمونات ولقبط الهرمونات بعد الحمل والرضاعة هل في حاجة تنزل بطن الولادة فقط كابسولات الشهر الواحد خصم 30% كرس التخصيص عليه كرس المالتي فيتامين هدية عشان أقرص فيتامين دال مهمة جدا في الحمل وفي الرضاعة وكمان أثناء أو بعد الولادة أثناء الرضاعة مهمة جدا عشان الطفل وعشان الأم عشان امتصاص الكالسيان في العضو وعشان نظرة شعرك وبشرتك وكمان للطفل مهمة جدا أقرص فيتامين دال كنت أعيل لكم بارح مهمة جدا إن احنا ناخد القرس ونعرف ثقافة أخذ المالتي فيتامين فيش حاجة اسمها مالتي فيتامين أبيوزر فعش إن أنا يبقاش عندي ثقافة أخذ المالتي فيتامين إمتى وأنا معديه كده إدى لقبط رمال فيتامين دال روح تواخدها والساعة مثلا تمانية بالليل فيتامين دال بيتاخده الصبح بس لأنه بيكون غير نشط وبيتنشط بالسان لايت بأشاية أو بضوء الشمس السلام بقى لو تعرضتوا كده نص ساعة لأشياء الشمس المفيدة وليست تضر اللي هي بتبقى من الساعة 8 إلى 11 أو بتبقى من الساعة 4 إلى 6 أو 7 اللي هو المغرب اللي هو الصن خلاص يعني اللي هو غروب الشمس يهي ما في الصن رايز الصبح من الساعة 8 إلى 10 طب يا دكتور أنا بأخذ حديد هل الحديد بيتعرض معه فيتامين دال لأ الحديد بيتعرض مع الكالسيوم يعني ما يفعش أخذ قرس الحديد واشرب كباية شاي بلبن أكل جبنة أي حاجة فيها التيري برودكس اللي هي منتجات الألبان يهي ما لو هي حامل وبعد الشهر الرابع الدكتور كتب لها على كالسيوم فهي مفعش أخذ قرس الكلسيوم مع قرس الحديد معلومات وثقافة أخذ المالك فيتامين مهمة جدا علمي ابنك من هو صغير ثقافة المالك فيتامين تعالي يا حبيبي هقولك بقى الأكل الأخضر اللي هو الجرجير الفلفل الألوان الفلفل الأخضر الكابوتشا السبانخ الملوخية مهمة جدا ده فيه ألياف ده فيه فيتامين سي ده فيه فيتامين ايه مهمة جدا عشان كده نص الأمهات هتلاقي ولادكو جسمهم بشرتهم كلها بقع بيضة 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 نقص فيتامين ايه لأنه متربي على الباني والمكارونا طب تعالي يا حبيبتي احنا تعالي ناخد النهاردة حتى كده من الفكهة والخضار البتنجان مليان حديد مليان حديد أصلا بنت بتحبش تاكل بتنجان محشي بس هي لازم تاكل بتنجان أنا بنتي بتكره السبانخ مليان حديد فيتامين سي مهمة جدا عشان امتصاص كل المعادن والحديد فيتامين سي موجود في الجريفروت موجود في الجوافة موجود في الكيوي موجود في البرتقان طبعا واللمون خلوا دايما ثقافة التغذية العلاجية مع أولادكو خلوا دايما ثقافة التغذية العلاجية معاكو ربي ابنك وبنتك على ثقافة التغذية العلاجية خليهم يروا بدل ما أقاعد على التاب عمال يلعب خليه يسمع فيديو فيه مالكي فيتام لو هو لسه ما حندوش ثقافة النواي جوجلينج لا خليه يسمع فيديو يسمع دكاتر التغذية علاجية بتقول إيه هي أفضل التغذية بنوتك شعرها بيقع وما بتاكلش كويس يعني أنا مثلا إيه؟ أكتر ناس بتجي تبعاتلها صفحتي دكتر أنا شعري بيقع وعندي مشاكل كذا وعندي هالات سودة بالسنة ولا باكل فكهة ولا باكل خضار قلتك لي إيه؟ عايز شعرك وجسمك ونفسيتك وحياتك والهرمونز وإنزيمات الكبت إزاي؟ إحنا بنقول العقل السليم في الجسم السليم بتجي دلوقتي أم تقولي ابني عنده تسع سنين ما بيركس عنده قل التركيز وتلاها تاخده على دكتور السينيس ودكتور مخ العصاب وتقولي أنا ابني ما عندوش تركيز ما عندو ناصب الأوميجا طب الأوميجا دي حاجة كده زي بنسميها هي مش أحمد أمانية أحمد دهنية يعني الأوميجا دي عشان فيه ناس بتفتكر نعه فيتامينات أو معادي هي أحمد دهنية الأوميجا دي سابليمنت مدعم للجسم حمض دهني زي الحمض الأميني الأحمد الدهنية دي مهمة لتركيب خلايا المخ فأنت تلاقي ابنك ده ولا بيأكل تونة ولا بيأكل سمك ولا بيعدي على الجنبري مفروض ثلاث أيام سيفود في الأسبوع ونالدكتور أنت مش سمع الأسعار هو أنت بتقول لي هي كأتونة أنا عايز أقول لكم التونة والسلمون والسردين أعلى الأوميجا 3 و 6 و 9 الناس اللي بتاخد أوميجا 3 بس كسبليمنت غلط هو فيه 3 و 6 و 9 تلاتة دول مهمين ولا واحد فيهم يقول بس أشهرهم أوميجا 3 إحنا مقنا بالشهرة إحنا أهم أوميجا لبناء خلايا المخ 3 و 6 و 9 فصعب أول ما لقي طفل بيقول عنده ضعف في التركيز إلا في التركيز تلاقي الولد تخبط خطة رجلك كسرت عنده إيه؟ عنده ليه نظام عندهش كالسيوم في عظمه عندهش فسفور عندهش بوتاسيوم ميكلوش موز ميكلوش فاكهة ابنك كل ما يقول للجعين بدل ما تمديله شوكولاتاية وتديله كاندي ولا مرشاميلو ولا الكلام اللي احنا بنسمعه ده تفحاية برطقاناية موزاية على حسب فاكهة السيزن تعارفين يعني احنا فاكهة السيزن دلوقتي التين الشوكي التين الشوكي من أعلى الفاكهة لعلاج الزاكرة والتركيز والمخ وانتي ايجينج يعني ايه انتي ايجينج يعني مضاد لظهور علامات تقدم العمر إذا كان فيه تلف بقى في خلايا المخ ولا تلف في البشرة ولا في الشعر معانا بقى طاقة إيجابية تانية يلا أنشر لكم طاقة إيجابية وننسى الطاقة السلبية معانا مداخلة من أم مريم ألو أم ياسين ألو أم ياسين عاملة اي حبيبتي كل سنة وانت طيبة أنا الحمد لله زي الفل النهاردة حلقة نشر الطاقة الإيجابية أنا عايزك يتفرحيني بقى اديني طاقة إيجابية وخير ووزعي طاقة إيجابية من خلال شاشة قناة صدى البلد أنا استلمت القرص اللي هو بتاع ثلاث شهور أو وخسيت عليه 15 كيلو في شهرين الله أكبر عليك والحمد لله والحمد لله ما فيش أي أعراض ولا أي حاجة كانوا بيمشوك الفريق الطبي على أي نظام ضايت وليت باع بصي انت النهاردة مش هتاكلي انت النهاردة بس سلطة لا لا يا بكتورة كنت بتاكلي كل نفسك فيه أيو بابا بكتورة نفس الشهية زي الأول زي أكلتك ولا أقلك بالكابسولات لا أجل في الصراحة بس كنت بتاكلي كل نفسك فيه كان بيجي لك إحساس جوع نعم كان بيجي لك إحساس جوع لا لا يعني كنت بتحسين أنت شابعانة أنا بخصص بالشام والبابا كل شيء يعني الصراحة زي الأول طب عايزة أسألك سؤالي يا ميوسيني أيه أكتر الأكل كنت بتضعفي قدامي تبضل أيه أكتر الأكل اللي كنت بتضعفي قدامي يعني كنت بتحب السكريات أكتر ولا مقليات كنت بتضعفي قدامي الأكل كله عمتا طيب كابسولة وان اسلم كنت بتاخديها كم مرة في اليوم كنت بتاخدها كل يوم من بعد يوم يعني بدأ كنت بتقسمي وان فت وان اسلم شكرا يا ميوسيني على المداخلة الحلوة دي وشكرا على نشط للطاقة الإجابية هي معلش في طريق فصوت التليفون مش واضع أو صوت المكالمة سهيا كانت بتقول بتاخد وان اسلم بالتبادل مع وان فت وان اسلم قبل الفطار وان فت قبل الغدا عشان بس الناس اللي بتسأل إيل فرق ما بين عرض الثلاث شهور اللي هو خصم الستين في المية لو عرض الكمبو وعرض الخمسين في المية عرض الكمبو أربع منتجات تخسيس طريقة استخدامهم إن أول شهر باخد منتجين باخد وان اسلم قبل الفطار وباخد وان فت قبل الغدا أربع منتجات تخسيس وخصمه ستين في المية طب عرض الثلاث شهور خصمه خمسين في المية ثلاث منتجات تخسيس ناخد وان اسلم بس قبل الفطار والعرضين للناس اللي زايدة أكتر من عشرين كيلو عرض الكمبو المزايا فيه التكلفة أو المزايا المادية أربع منتجات تخسيس وعندك هديتين كريم شد الترهرات وقرأس فيتامين دل وسحب دخولك سحب على رحلة للعين السخنة عرض الكمبو تقريبا 8 كابسولة فيه لا يتعدى 15 جنيه في اليوم الواحد يعني عندكم سحب على رحلة للعين السخنة خصم الستين في المية أربع منتجات تخسيس كريم شد الترهرات وقرأس فيتامين دل وكمان في متناول الجامعة والله أطفال بتقدر تشتري الكورس الخصم لكل الكورسات على ثمن الكورس يعني أنا دلوقتي أخدت عرض الكمبو خصم الستين في المية خصم الارض الثلاث شهور خصم خمسين في المية خصم أربعين في المية على عرض الشهرين ثلاثين في المية على الشهر الوحيد ميت عرض بس أنا أسفل يعني أنا نفسي نفسي أجيلكم كده بحلقة ألف عرض فنعمل إيه؟ نلحق نلحق أثناء ما أنتم بتسمعوني عشان ما نجيش بعد الحلقة العروض خلصت وترجعوا تبعاتوا لأنا على صفحتي زعلانين أنا بقول دايما من أول الحلقة يا جماعة أنا هقول على العروضة هو واعد أكمل بقدر داشا واعد أقول لك على ثقافة التغذية العلاجية وثقافة المرض النفسي ونقعد نتكلم عن حالاته والأبطال والمجربين ونستقبل المداخلات أثناء كل ده يبقى ترسالي على الواتساب كلموا المكالمة التليفون عادية احجزوا وانتم تتفرجوا بطلع دايما الفقرة عشان أطلع الفاصل أشوف باقي كم عرض ما بلاقي دايما الحمد لله والله الحمد من أول فقرة بتحجز كل العروض عايزين تشوفوا حالات خست كانوا معايا هنا ضيوف جوا متكلموا عن حياتهم قبل وبعد قالوا والله خسينا بمساعدة كابسولات وان اسلم أول مبارح كان معايا أستاذ هاني اللي خس بكابسولات وان اسلم وقال أنا بقيت شاب ده أنا بقيت ألبس لبس ولادي طب عايزين ننشر الطاقة الإجابية تعالوا نشوفوا بقى أول مجرب من 24 ألف حالة ومئة حالة خستوا بمساعدة كابسولات وان اسلم هو لابس نفس الأوتفت يعني عايز يقولكوا شوفوا فرق قبل وبعد نزل 18 كيلو في شهر اللي أنا يعني بصوا أنا عايزاكم تشوفوا بس الصورة اللي عليمين في منطقة اللغض باينة يمكن دي من أكتر المناطق وفي منطقة تسدي برضو هو كان في زيادة في الوزن العام لكن منطقة اللغض عشان الناس بتقول لي معقولة في كابسولة بتحرق دهون اللغض في كابسولة بتحرق بطن الولادة فقط أيوة كابسولة وان اسلم طب لو أنت نفس الحالة عايز تنزل 18 كيلو في شهرين هتطلب أنا عرض النهاردة مناسب عرض الشهرين خاص مكام 40% طب هدايا أقراص فيتامين ده الهدية أو كرس المالتي فيتامين هدية والشحن والمتابعة مجانا تكلم الفريق الطب تكلمني أنا شخصيا مجانا تبعت أي رسال مجانا تاني مجربة من أو بطلة من أبطال بصوا أنا عايز أقول لكم البنتي دي 23 سنة ببنوتة في جسم ست يعني من الزوات الخمسين من سنة نزلت 30 كيلو في 3 شهر باين أصلا أنها بقت شابة في الصورة الثانية منطقة طبعا الفخد ومنطقة الكتاف ومنطقة التسدي أو منطقة السدي باين أو كان فيه ارتفاع ملحوظ في الوزن في الجسم كله طب أنا يا دكتور عايز أبقى زيها 30 كيلو في 3 شهر إيه أنا النهاردة أفضل عرض أخده عرض الكومبو خصم 60% أربع منتجات تخسيس هيوصلة الكابسولات وان سليم واثنين وان بيرفكت وعليهم أقراص فيتامين دا الهدية والشحن ومتابعة مجانة وسحب كمان عين السخنة يعني اشترى عرض الكومبو هيبعت صورة الفاتورة وهيدخل سحب على رحلة العين السخنة تاني أتاة آخر مجربة أو مجربة برضو من أبطال كورسات وان سليم من الناس اللي بتنشروا الطاقة الإيجابية اللي ببعتو لنا من غير ما يبقوا مكسوفين صورة قبل وبعد عشان يدلوا على الخير دا 12 كيلو شاو بصوا أصلا هو الحلم بتاعه وهو كان عريس وكان حلمه ان هو يلبس بدل في الشغل هو هو عايز يثبت هو اللي عمله هايلايت على ان هو مش حلو في البدل لما راح يقيس بدلة الفرح هو الغاية دلوقتي مش بيلبس غير بدل قال انا حلمي ان انا ألبس فست وسليم فتش ميز والبس منطلون وماشي مش عايز منطقة كرش مش عايز منطقة تسدي ومنطقة التسدي ملحوظة جدا في الصورة لان هو دي كانت اكبر مشكلة لي وعايز ابقى شاب نزل من 87 كيلو ل 75 كيلو نزل 12 كيلو في شهر طب الناس اللي عايزة تنزل 10 كيلو في شهر 6 كيلو 7 كيلو في شهر عايزة كرس الشهر الواحد خصم 30% حلقة النهاردة من عيار التقيل معانا خلطة طبيعية دايما بعملها لكم او وصفة طبيعية بناء على طلبكنتو اللي بتبعتولي على الصفحة عايزين الحلقة الجاية تكون خلطة ايه قبل ما نشوف الخلطات بفكركم 100 عرض فقط مقسمين على 4 كرسات علاجية خصم 60% هنتوا بتبعاتوا رسالة على الواتساب او تكلموا التليفون قالوا انا اسمي كذا كذا سكنة في الحتة الفنانية عايزة عرض الكمبو ده خصم 60% هتسأل السعر قبل وبعد هتوصلك 4 منتجات تخسيس كريم شد الترهولات وعرص فيتامين دال والشحن ومتابعة مجانة دكتورة انا عايزة خصم 50% يوصلك 3 منتجات تخسيس كريم شد الترهولات دا وعرص فيتامين دال هداية انا فلانت الفلانية سكنة في الحتة الفلانية عايزة عرض الشهرين هيوصلك منتجين تخسيس وخصم 40% انا فلانت الفلانية سكنة في الحتة الفلانية أنا عايز عرض الشهر الواحد وخصم 30% فقط عشان تلحقه تحجزه العروض بدون ضغط التليفونات أو تبقى الأرقام مشغوله وتلحقه عرض الحلقة عايزين بقى فقرة السوشيال ميديا أو حرمية السوشيال ميديا دايما كده بنيجي نسرق شوية مجربين إحنا دي صور قبله وبعد الفريق الطبي ببحتهنة أو الحالات بتبعتهنة من خلال صفحتنا على الفيسبوك لكن أستاذ محمد جاهدا عشان يحبي يكمل حلاوة شغله يروح رايح جايب لنا من المستخبي بيجيب لنا أراء عمل أو ريفيوهات من متابعين اللي بيتابعين مع دكتورة فاطمة من فريق الطبي نزلت 8 كيلو ده عايز أقول لكم حاجة حلوة جدا أنها تنزل 8 كيلو في 25 يوم بس بكتوب إيه بقى في الشات بتقول لها أنا أصلا ما كنتش بحرق أنا شبه إن أنا كان الحرق عندي بايز فأنها تنزل 8 كيلو في 25 يوم ده أعلى نتائج شعار كابسولات وان اسلم أفضل النتائج فأسرع وقت يعني أنتم شايفين 8 كيلو في شهرين في شهر ونص بأفضل وقع من الطريق العلاجية لأن كورسات وان اسلم مرخصة من وزارة الصحة بقى اللي تكلفة وده واجب سارة المهدي إنها تجيب لكم عروض وخصومات وده اختار وزارة الصحة ختم النصر اللي بيدعمني وبيدعمك وبيطمنك وبيقول إن الكورسات آمنة على جميع الفئات العمرية على كبار السن على الأطفال من سن البلوغ من سن 12 سنة وكمان آمن على مرضى المزمنة تاني ريفيو من قراء العملة دكتورة ملك معاها حالة خاصة بقولك يا دكتورة ملك إحنا خلاص كده كده عرفنا كل حاجة ممكن بعد إذنك تقول لنا الصورة دي قبل وبعد إيه تبعتها لنا لو قدرت تبعتها لنا النهار ده يبقى ربنا يبارك لك يا رب تبقى خدتي فينها سواب لأن دي حالة حلوة قوي عدد كيلوات ده فبعد إذنك يا دكتورة ملك لما تصور قبل وبعد لو قدرت يا أستاذ محمد تبعتها لنا دلوقتي على هوا يا ريت أني يا حالة حلوة جدا ودي نشر الطاقة الإيجابية وتقول للناس اللي متابعين يا جماعة تفاقلوا بالخير تجدوا هتقدروا تنزلوا في الوزن هتقدروا تحققوا حلمكم آخر ريفيو من أراء العملة من دكتورة فاطمة من متابعين دكتورة فاطمة نزلت 26 كيلو في شهرين رقم كبير جدا 26 كيلو في شهرين تبعين يا دكتور سارة لو أنا عايز أنزل 26 كيلو أطلب أنهي عرض النهاردة إيه أفضل عرض تكلفة عدد الكورسات ومنتجات التخصيص وهدايا وسحب على العين السخنة يعني كمان هنصيف هنخس وهنصيف هندلع وبشرط نشاط عرض الكومب وخصم 60% الحقيقة لما أرقمة ريفيونات 100 عرض مقصبين على كل الكورسات سريعا هطلع الفاصل بس قبل ما أطلع الفاصل هفكركم أنهما 100 عرض فقط مقصمين على كل الكورسات مش كل كورس مية هم أربع كورسات أول كورس اللي هو عرض الكومبو أفضل تكلفة وأقل فيه فلوس أقل فلوس خصم 60% وصاركوا أربع منتجات تخسيس وكريم شد ترهلات هدايا وعرص فيتامين دا الهدايا وكمان هندخل سحب على العين السخنة هندخل السحب زياشة فيه ناس كتير بتسألنا على الصفحة أول ما يوصل لك الأردر فيه فاتورة هتصور الفاتورة وتبعتها الرقم الواتساب اللي موجود على الشاشة ونونم عايز هدخل السحب على رحلة العين السخنة احنا بنعمل سحب كل شهر رحلات عين السخنة رحلات للساحر رحلات العمرة بنعمل سحب على سلاسل دهب مبسوطة أو إن الناس كلها مبسوطة والناس كلها ابتدائنا طب يا دكتور تاني كورس خصم 50% على عرض الثلاث شهور هيوصلك ثلاث منتجات تخسيسه وعليه عرص فيتامين دا وكريم شد ترهلات هدايا الشحنة والمتابعة مجانة طب دا للناس اللي عايزة تنزل أكتر ما 20 كيلو طب يا دكتور لو أنا عايزة أنزل ما بين 10-20 كيلو يعني زي دا 11-12-13-15-18 كيلو أفضل كورس هو كورس الشهرين وخصم 40% هيوصلك كورسين تخسيس وعليه كورس المالتي فيتامين هدايا وكورس شد البشرة هدايا والشحنة والمتابعة مجانا آخر كورس بنسميه كورس النحت كورس الريشيب كورس رسمة الجسم كورس حرق الدهون الموضعية الدهون العنيدة صعبة حرقها كابسولات وان سليم قدرت تحقق المعادلة الصعبة وتحرق الدهون الموضعية المتجمعة في منطقة واحدة بس يعني لا لبطن الولادة لا للكرش لا للتسدي لا للغض وكان معايا صورة مجرب نزل في الوزن 20 كيلو أو 18 كيلو تقريبا في شهرين منطقة اللغض كانت ملحوظة جدا إنه هو نزل في الوزن بيها ونزلت منطقة اللغض منطقة اللغض حلها كان وحيدة العمليات الجراحية لكن بفضل تكنولوجية الفارماسيوتيكل قدرت كابسولات وان سليم تحقق المعادلة الصعبة ودايما بأكد لكم إن الكابسولات مرخصة من وزارة الصحة وحصلة على اختار هيئة وسلامة الغذاء لعلاج السمنة المفرطة وزيادة الوزن جت الفقرة الحاسمة اللي دايما بيحبوها بنات الصغيرين في السن والأمهات عشان يجربوها سواء شعرهم أو شعر بناتهم أو لسرعة الحر مش عارفين الوصفة النهاردة ايه هعملها لكم كده سوسبنس بس ما تروحوش لأي قناة ولا أي برنامج خليكو رجعلكو بعد الفاصل مع الوصفة الطبيعية البرنامج صحتكو بس مع دكتور سارة مهدي ورجعنا لكم بعض الفاصل قلت مية عرض وانا كنت متأكدة يعني الحمد لله الحمد لله أكبر على المنتجات وعلى البرنامج وعلى فريق كمان العمل من أول خمسة قالوا دكتور مية عرض قصة نتحجزو وفي ناس كمان ويتنج يعني في ناس قالوا طب إحنا نحجز عرض الحلقة بكرة أو على حسب العرض فقالوا إحنا مش ضمنين الخصم إيه يعني اللي بيعمل خصم الستين في الماء أو بيحجز عرض الستين فيه ما نعرفش بكرة هيبقى فيه الستين قائيا كانوا القصومات منصقتهم فيه أولا في البرنامج وفيه المنتج وفيه وزارة الصحة في كلام دكتورة سراء المهدي فعايزين نقول لكل الناس اللي لسه ما خدتش خطوة نزول الوزن حققوا كلموا أرقام التليفونات وخدوا الخطوة بكابسولة لا تتعدى 15 جنيه في اليوم واحد تريبا تمانها هتاخدوها الصبح هتنزلوا في الوزن هتعالجوا الأمراض المزمنة اللي عندكوا هتعالجوا زيادة الوزن استكمالا للطاقة الإيجابية في حياتنا والطاقة الإيجابية اللي احنا عايزين ننشرها ولا للطاقة السلبية ولا لموزعين للطاقة السلبية مش عايزين طاقة سلبية الناس اللي عايزة توزع طاقة السلبية شكرا نحنا مش عايزين مكتفين نهاردة هنعمل خلطة طبيعية روحنا البحر تعرضنا للشمس أكتر مشكلة في البحر نزول البحر نزول الكلور نزول حمام السباحة دايما الشعر هيش وناشف لأني في حاجة اسمها الضغط الاسموذي الضغط الاسموذي ده بيسحب كل الهيدريشن أو بيسحب كل المية والترتيب من جوه الشعرية لبرا الشعرية فكلنا هايشين كلنا شعرين هناشف بصوا احنا بنوض كده في الساحل أو بنوض ببص البعض كله هايش من درجة احنا بنسميه بقى انا نسميه ديرتلوك انا بحب يسيب شعري ديرتلوك او ما انا بقى هايش هايش هعمل ايه هنعمل وصفة طبيعية لما تنزلوا البحر لما تنزلوا الشمس الرطوبة كمان جوه البحر نفسه يعني فيه ناس بيقولوا احنا ما بننزلش البحر شعرين هنشف عشان الشمس عشان يديو في ايه عشان يديو في بي وعشان كمان الرطوبة اللي موجودة في المناطق الساحلية فاحنا هنعمل ايه هنعمل وصفة طبيعية دي مرة او مرتين في الاسبوع هنحافظ على ترتيب شعرينة البريكوشنز اللي المفروض نعملها دايما نشرح شعرينة بسيرم قبل ما ننزل البحر والبول لازم نحط طبقة عزلة مش قصد البرو كاب او البونين اللي انت بتلبسيه لقا انا بقصد مسلا تحط طبقة سيرم حمام كريم زبدة شيا اي حاجة تمنعي اختراق الملح والكلور لجوه نخيع الشعرينة للمضالة نفسها فهنا بنقلل شوية من الهايدريشا او بنقلل شوية من ان يحصل ريليز للموتش رايزنج او ريليز للرطوبة برا سطح الشعرينة مكونات النوع ده الخلطة الطبيعية ايه زيت زتون زيت جوز الهند هنا انا بقول عايز اعمل طبقة عزلة يعني انا عايز اغل في الشعراية عايز اعمل كوت على الشعراية عشان المسمية الشعر عشان البورز اللي موجودة في الشعراية ما يطلعش منها مش الشمس تروح من الشفة فطلع منها الرطوبة مش الكلور بالضغط الاسموذي فيطلع الرطوبة برا سطح الجلد او ميت الشعراية تطلع برا سطح الشعراية او الميت الملح مية البحر فتلاقي الشعراية ممكن تعمله دي كمان الوصفة طبقة عزلة يعني ممكن نحطها على شعري وانزل البحر حطها على شعري وانزل البول حطها على شعري واتعرض لحرارة او لشمس او اعد على الف في الساحل او اسكندرية طيب الوصفة دي زيت زاتون وجوز هند عشان بالزوت التقيلة اللي تقدر تعمل الطبقة العزلة بنسميها الهيفي اويلز هنجيب جل لصبار عشان عايزة عامل مساعد يدي رطوبة وترطيب جوه نخاع الشعراية وجوه جزة الشعراية وعسل نحل عسل ابيض ادي الوصفة عسل ابيض معلقة عسل ابيض اتعلموا ان الوصفة الطبيعية لازم تعملوها فرش في وصفات بيبقى عايزين فيها تخمر فنقولها نعملها بالليل ونصح الصبح نحطها او نعملها المدة اسبوعين تلاتة واطلع الصبح احطها ادي معلقة عسل ايه وهاخد عليها معلقة زيت زتون طبعا الخلطة كلها بتتحط على بعض وعملها ميكس كويس جدا وده زيت زيت جوز الهند على فكرة زيت الجوز الهند ده حلو قوي تعرفوا زيت جوز الهند البكري منين لما تلاقوا ان الزيت ناشف مجلد يعني انت لازم تحطيه في حاجة سخنة ويبقى لونه ابيض وتلاقي فيه زي شعر صغير اللي هي بتبقى اسمها مش عارف اسمها فايبرز او بنقول عليها الالياف بتاعة حباية الكوكونات نفسها وده جل صبار بحب ريحت الجل الصبار جدا خلوا بالكو جل الصبار اللي استخدمات كتيرة ممكن تستخدموه لناس الدراي سكن او بصوا على فكرة الجل الصبار ده حلو جدا جل الصبار الناس اللي عندها دراينس في ايديها والركب والمناطق الراف اريا او المناطق اللي بينها عليها النشفة كعب الرجلين الركبة اليدين الناس اللي عندها جفاف شديد في البشرة فصل الشتا فهنحط الجل الصبار على زيت جوز الهند وزيت الزتون ومعلقة شمع العسل او عسل النحل الوصفة ما تبقى شمكة الكعب تبقى خفيفة كدهان مش تبقى لازجة دي انا لسه ما وصلتش لقوام اللي انا عايزها نزود ايه عليها نزود زيت زيتون زيت زيتون ونزود عليها جل الصبار انا عايزها سائل اوه ابتدى يدي قوام السائل اهو يعني ايه دي جل الصبار نزود جل الصبار تاني جل الصبار ايه لازج جدا ونزود زيت حاولوا يبقى دهان زي الزيت يعني يبقى تقلم الزيت بحطبة خفيفة ليه عشان ما كلكعش الشعر مش عايزة كلكع الشهر انا مش عايزة الشعر يلزق لان العسل هيلزق الشعر انا عايزة اعمله دهان واسيبه ساعتين تلاتة انزل بحر انزل كلور انزل بول اعمليه لبنتك قبل ما تنزل تمرين السباحة اعمليه لابنك عشان الولاد والبنات اللي بيبقى تمانين السباحة بحطيتهم على طول ديلي او يومية بيعانوا من مشكلة تقصفة ايشان الشعر انا شافان الشعر بصوا انا وصلت كده للقوام اهو ده القوام اللي انا عايزاه اهو مش عسل ما بقاش لازج زي العسل شفت العسل كان في الاول الخلطة كان عامل ازاي اهو تاني قادي القوام اهو اهو وصلنا للقوام اللي احنا عايزين اهو ده هين طب يا دكتور را هنحطه على بصيلات الشعر لا بنسيب بعد بصيلة الشعر سنتي او اتنين سنتي اني هنا انا بعالج جفاف وهيشان يعني بطرجت بستهدف الهيرشافت اللي هي الشعراية فوق سطح الجلد انا مش عايزة بصيلة الشعر علاج الفراغات والصالع الوراصي لما اجي قول إنا عاملة خلطة لعلاج الفراغات والصالع الوراصي إذن ده لازم تتحطى على فروة الشعر مهمة جدا قبل ما احطها انه هيرشافت هيرشافت كده تكميلي لانا بدي شوية ترطيب للشعراية لكن لما اجي قول أنا عاملة خلطة للشعر لعلاج الهيشان والجفاف يبقى عراف ان احنا هنبعد عن الهيرسكلب او اللي هي فروة الشعر سنتي أو اتنين سنتي وتتحطي على الشعرين أم لكل الأطراف لغاية الأطراف دايما كنت بقول موعيد قص الشعر مهم جدا إن أنا ساوي شعري كل ثلاث شهور مهمة جدا أكبر علاج للهيشان والتأصف وقص الشعر إن أنا لما يجي أقص شعر بنتي أساوي لأن فيه حاجة خاطئة بتنزله لبعض الكوافرات إحنا هناخد من أول الهيشان فتلاقي البنت نازلة شعرها نص دهرها راجعة هي بوي كات ليه عشان بيشيل من أول هيشان علاج الهيشان كل ثلاث شهور أساوي الأطراف ما فيها هيشان فوق هينزل ما أنا هعالج هاخد المالتي فيتامين بتاعتي هستعمل ثيرام وشامبوم وبلسم مناسبين فكل ما ساوي من تحت كل ما الهيلث ينزل لكن لو أخدت من فوق أنا بعجز الشعر أكتر فعادة قديمة خاطئة إن أنا أعالج هيشان الشعر والتأصف إن أنا أروح قطع شعري مش هطلع تاني الولاد الشباب عندهم مشكلة خطيرة أول ما يلاقي شعره بتساقط وعنده بداية زور صلعه راسي يروح رايح جايب شعره زيره تابعوهم كده هتلاقوا مش عرهم ما طلعاش تاني لأنك أصفت عمر بصائلة الشعر وعجزتها وهي عجزة إحنا هنعالجها وصيبها تطلع شعرية خفيفة حتى نحيفة متسقطة لكن يبقى عندها قدرة لإنتاجية الشعر وبعد كده هيطلع الشعر الهلثي يريد تكون كلكم لحقتوا عروضه النهاردة لإنقاص الوزن على عرض كابسولات وان اسليم كان عندنا عرض الستين والخمسين والاربين في المية والتلاتين في المية كل حجز والعروض تابعوا رسائل الواتساب اللي انتبعتها لفريق الطب يرد عليك ولا لأ الناس اللي خست في الوزن مستنية كل يوم ودخلاتكم مستنية الناس الشجاع التي تكون ضيوف معنا في حلقاتنا تقدروا تتابعونا برضو من خلال رقم التليفونات تقوله أنا خست بكابسولات وان اسليم وعايز أكون ضيوف في حلقة دكتورة سارة المهدي طبعا هتنورنا لأن دايما هدفي نشر وانتشار الطاقة السلبية والدالع الخارج في عائل وما تنسوش دايما نصدر لبعض الطاقة الجابية لا للطاقة السلبية لا لمصدرين للطاقة السلبية في حياتنا يارب كلكم تكونوا بأحسن حال ودايما محققين أحلامكم وأهدفكم سبتكم في رعاية الله بكرة يوم جديد في برنامج صحتك وبس مع دكتورة سارة المهدي موسيقى